موسيقى وانوحيكم مشاهدين من جديد في ختام مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قرى ممثل والوفود المشاركة في المؤتمر انشأ صندوق لتعويض الخسائر والاضرار التي تتكبدها دول نامية جراء التغيير المناخي وذلك بعد اسبوعين من المفاوضات الصعبة التي تجاوزت الموعد المحددة لختام المؤتمر حيث ظل المفاوضون يعملون لساعات على انهاء النص النهائي للاتفاق فيما قال رئيس القمة سامح شكري ان العالم كان يتابع المفاوضات وحث الوفود المشاركة على تبني الاتفاق وبمجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم على الرغم من عدم وجود أموال حتى الآن لكن المؤتمر لم يرفع الطموحات بشأن خفض امبعثات غزة الاحتباس الحراري وهي السبب الجذري لتغيير المناخة ووصف الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتاريش هذا الاتفاق بأنه إشارة سياسية في حاجة لها لكنه حذر من أن ذلك ليس كافيا بكل وضوحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفهم أكثر هذه التساؤلات مع ضيفنا من بيروت وليد خدوري كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة أهلا بك معنا إلى هذه النشرة أستاذ وليد أو إلى حلقة برنوراما لهذا اليوم في الواقع الشعار قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ كان ليس فقط محاولة طرح أفكار ولكن إيجاد حلول وهذه الحلول انتقد البعض عدم طرحها بطريقة واضحة هل تعتقد بأن هذا الشعار وقع فعلا تنفيذه أو هناك قبول لهذه الفكرة هل نجحت هذه القمة يعني أولا قمة المناخ ليست سهلة لأن مفترق طلق عالمي وتاريخي من ناحية يريدون يغيرون الطاقة من ناحية الثانية يريدون يكافحون لتغير المناخ والثنين في مشاكل فيهم فالوصول إلى القرارات حاسمة تأخذ وقت يعني هذا القرار الذي يخذوه البارحة تطور 30 سنة خلافات مصالح وكذا وإلى الآن مثل ما قلت التفاصيل غير واضحة التفاصيل الأجرة لقمة دبي كوبس 2022 فالقرار حقيقة بدون أي هيكل الذي أخذوه فمن سيتفعل التكاليف ما هي الخسارة الناتجة عن تغيير المناخ خلق كل أمور بعض يجب أن تقرر ولكن لماذا من الأساس أستاذ وليد صحيح ولكن لماذا تم رفع مستوى التوقعات فيما يخص هذه القمة يعني الكل يدرك تفاصيل لماذا من الأول لم يقل بأنه نحن سنحاول مناقشة أفكار لإيجاد سبل وتفاصيل قد نرجعها لفترة أخرى لتطبيقها لأن يريدون يكونوا متفاعلين لكن عارفين جدا أن القضية الطريق صعب ووعر وسيأخذ سنوات بعد طيب ما هي إيجابيات مخرجات هذه القمة صحيح ولكن ما هي خلينا نبدأ بالإيجابيات وفي بعض السلبيات على الأقل إيجابيات مخرجات هذه القمة تمثل في ماذا القرار مهم جدا ليش لأن هو اعتراف من الدول الغنية أن كانت مسؤولة عن تغيير المناخ وعن المشاكل الخسار للدول النامية نتيجة تغيير المناخ العاصير الفيضانات الجفاف وغيرها يعني هذا اعتراف منهم فمبدأ القرار مهم التفاصيل بحث آخر يعني يجب أن ننتظر قمة دبي لأول مرة تقرأ الدول الغنية أنها مسؤولة عن تغيير المناخ لأن استعملت الفحم من الثورة الصناعية ومن ثم النفط والغاز وغيرها فالطريق طويل يعني 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 ما فهم لألهم ما فهم للمسؤولين أنها الطريق طويل وعر طيب ولكن الاتفاق الذي يتحدث عنه هو الاتفاق الذي سينشئ صندوق المناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم وسيحاول إيجاد حلول لهم لكن يقول البعض بأن المناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم بهذا يمثل أسباب أو تداعيات يمكن أن تأتي من تدهور المناخ ولكن الأصل في الموضوع هو كيف أو سبل لإيجاد حلول الحقيقية للمناخ فهل يمكن الحديث عن إيجابيات تتعلق بهذه القمة في هذا الإطار لا لم يتفق على شيء بهذا الموضوع يعني يريدون التوصل إلى ارتفاع درجة الحرارة درجة ونصف عن بدء ابتداء الشورة الصناعية للدرجة الحرارة عنده ما توصل لأي قرار بهذا الموضوع هذا هم أجله هم هذا تأجل ولكن هل هو من سهل إيجاد حلول في مثل هكذا قمام أستاذ وليد يعني الموضوع فيه تفاصيل عديدة التفاصيل الأولية الأولى من ستحمل كلفة لتفعل الموضوع يعني إلى الآن الترجمة من المؤتمرات المناخ أن الدول تتعاحد بالدفع ولا تتعاحد للمتعاحد عليه لم تنفس فهل سيقرر هذه الترجمة أيضا في هذا الصندوق أم لا في عدة نوقات مثلا يصير حريق غابات في الأمازون هل مسؤولة عن الدول الكبرى أيضا غنية نتيجة تغير المناخ أم لأنه لعرض طارق أو شيء من الموضوع هذا فهناك أسئلة عديدة وليست سلة التواب ولكن لماذا في كل مرة يتم إرجاء أو تأخير الفصل في مثل هكذا موضوع مهم هل لأسباب سياسية بالأساس مصالح هي مصالح طبعا سياسية اتفق آخر مرة اتفاقات مهمة باريس 2015 وإلى الآن نحن في مسيرة وهذا القرار اليوم من باريس إلى هذا القرار من 2015 إلى اليوم هذا القرار بس في عشرات القرارات الأخرى أنا أعطيك مثال آخر يعني موضوع النفط هل النفط سيكون جزء من سلة الطاقة المستقبلية أم لا هذا لم يقرر بعد هم ضد الفحم هذا مفهوم الآن واضح لكن ماذا عن النفط هل سيضموا إلى السلة أم لا لا يوجد جواب على ذلك الغاز ربما لكن النفط لا يوجد أي شيء حوله حتى الآن هناك معادات للنفط لكن تركوا جانبا كمان ولكن ما الأولويات صحيح ولكن أستاذ وليد ما هي الأولويات من ضمن كل ما ذكرت من نقاط ومن مواضيع يعني تتحمل مزيد من الوقت ولكن الأولويات تتمثل في ماذا لا ولو بالنسبة للدول الصناعية هي إقاف ارتفاع درس الحرارة هاي أول شي بس هذا ما تفقوا عليها يعني موضوع درجة ونصف قتل عليها ما تفقوا عليها لكن هذا معناه تقريص الانبعاثات الكربونية وغيرها لكن في نفس وقت الدول النفطية عندها وجهة نظر أنه ممكن الآن إنتاج من اقتصاد التدوير الكربون وغيرها إنتاج نفط لا يولو وغيره بدون تلويف بدون بعشات وضحت الفكرة وشكرك جزيلا شكرا على الحضور والمشاركة وكل ما اتفضلت به من معلومات من بيروت وليل خدوري كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة شكرا على المشاركة لنقاش دائما باقية السلام عليكم